تسربات للمياه القادرة والوحال والحال الكريثية التي آلت إليها المؤسسة كانت سببا في توقف الدراسة بمتوسطة جربوع المكي لأزيد من عشرة أيام أين قطع تلميذ دراستهم إلى حين تحسن وضعية متوسطتهم والمشكلة الحالة يدركنا عندنا أولادنا على مستوى هذه المؤسسة ما قرأوش عشر أيام ولعلم كم المؤسسة هذه قرأوا فيها أبناء المناطق النائية بالغرار هذه 15 كيلومتر قرية برج مهريس هذه حوالي 8 كيلومتر والتشققات والتصدعات التي رأي متواجدة على الجناح هذا الجناح العلمي كما نقول المخابر وذيك ورأي المياه تتسرب ومما أثر ما يقدروا حتى يستعملوا الكهرباء فيه انقطاع وفيه خطر هي سور توثق الحالة المزرية للمؤسسة التي يزاول فيها أزيد من 800 تلميذ دراستهم تسرب قوي للمياه القادرة من قنوات الصرف الصحي غمر جزءا واسعا من المؤسسة الأمر الذي يشكل خطرا على صحة تلميذ سيما وأن اختلاطها بالمياه الصالحة للشرب وارد جدا المؤسسة رأي تعاني كما نقول نحن من تدفق المياه القادرة داخل المؤسسة وغاستاني مناطق الحساسة اللي منها خزان الماء المطعم والله خزان المخزن المطعم وانا قادستاني الشهادات سببت في شهارة كهربائية مما أدى لانقطاع كهرباء على موسسة المؤسسة العيب الوحيد أن اللي بلون المخططات تعقن والصرف الصحي الموجودة داخل المؤسسة وبمحادث المؤسسة لم نجدها وبالتالي وجدنا صعوبة وقررنا كمجلس بلدي رفقة تحت إشرف سيد رئيس ضائرة أن نقوم بأشعال استعجالية هي مؤسسة تستلزم تدخلا فوريا لسلطات المحلية للولاية لإنقاذ ما يمكن إنقاذها خصوصا وأن تلاميذ مقبلين عن انتحانات الفصل الأولى